ينضم إلينا من عمان المهندس محمد شهين رئيس جمعية مربية الأسماك والأحياء البحرية مهندس محمد مرحبا بك لماذا هناك فجوة بين الانتاج المحلي من الأسماك في الأردن والاستهلاك في الناحية الأخرى سيدي صباح الخير الفجوة سيدي لأنه التطور في الاستزراع السماكي أو الأكوى كالتشر هو علم جديد لا يتجاوز العشرين سنة واقب نمو في الاستهلاك المحلي تضاعف خلال العشرين سنة الماضية ولكن لم يكن قادر على أن يغطي الاستهلاك المحلي نسبة الاستهلاك المحلي زي ما ذكر التقرير لا تتجاوز الأربعة لخمسة بالمئة من الاستهلاك الاستهلاك الأصلا يعتبر قليل بالاستهلاك الأقليمي أو الاستهلاك العالمي حيث أن معدل استهلاك الفرد الأردني لا يتجاوز الأربعة كيلو من الأسماك سنويا مقارنة بالاستهلاك الأقليمي وهو 11 كيلو ففرص تطوير أصلا الاستهلاك في الأردن فرص عالية جدا وفرص تطوير الإنتاج برضو عالية جدا طبعا التطوير يكون سيدي على عدة مراحل إما بتطوير الزراعة السماكية البحرية وتطوير الزراعة السماكية النهرية زي ما ذكر التطوير أغلب الزراعات عندنا هي بالأسماك النهرية وليست البحرية أنه مجال كبير لتطويرها من ناحية البحرية أو تطويرها أيضا من ناحية النهرية لكي نوصل لأعلى معدلات للإنتاج الذي نطمح أنه يغطي الاستهلاك المحلي على الأقل ولكن مزارع لاستزراع السماكية التي استعرضناها في التقرير هل هي يمكن بالفعل أن تصد الفجوة؟ طبعا سيدي خلينا نكون أدق في التعبير المزارع السمكية على مستوى الوطن قادرة أنها تصد الفجوة المزارع في الأغوار أو وادي الأردن تحديدا قادرة أنها تصد جزء كبير من هذه الفجوة خصوصا في الأسماك النهرية زي ما تعرف سيدي المياه الموجودة في غوار الأردن هي مياه إما حلوة أو براكشوتر أو مياه مسوس وهي تنتج المياه الأسماك المياه العذبة وليست المالحة يوجد فرص للتطوير في وادي الأردن مثلا زي سد الكرامة سد الكرامة هو عبارة عن سد مياه مالحة تتجاوز ملوحة فيها 27 ألف تي دي أس وقريبة جدا للبحر الأبيض المتوسط وهو أكثر إنتاجا للأسماك في العالم فممكن سيدي غير الأردن يغطي نسبة كبيرة من التطوير أو من الاستهلاك المحلي إن كان بالنهري أو البحري على مستوى الوطن طبعا سيدي موجود عندنا منطقة العقبة والتي هي قادرة أيضا في تطوير مشاريع استزراع سمكي على غرار المزارع الموجودة في دول أخرى على البحر الأحمر وبالتالي الأردن بالكامل قادر إن شاء الله يغطي الاستهلاك وتطوره ولكن تعلم بأن مزارع لاستزراع السمكي هي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه هل بالفعل هناك مياه متوفرة لهذه المشاريع في غور الأردن وخاصة في المنطقة الوسطى؟ سيدي هذا يعني خليني أصحح المفهوم الأسماك لا تستهلك المياه الأسماك تعيش في المياه ونسب استهلاكها للمياه هي قليلة جدا طبعا الأردن معروف أنه فقير مائيا ذلك لا يتعارض مع إمكانية تطوير الاستزراع السمكي بما أتيح لنا من موارد مائيا موارد مائية بالأردن جيدة إذا تم استغلالها بشكل زيد طبعا إحنا في جمعية مربي الأسماك في تعاون وثيق مع وزارة الزراعة بشكل يومي مشان نوصل لمرحلة أيضا لنوصل لتعاون مع وزارة المياه بحيث يتم الاستغلال الأمثل للموارد المائية قدر على الاستهلاك أو إنتاج أكبر قدر من الأسماك في المتر المكعب لسه في مجال كبير فقادرين أنه إنتاج أكبر وقادرين للاستهلاك أو لاستخدام الأمثل لما يوجد من موارد مائية طبعا الموارد المائية في الأردن عندك البراكة الزراعية والسدود وأيضا الأبارة الارتوازية والحفائر ومنطقة العقبة في عندك البحر الأحمر وبالتالي مصادر المياه متنوعة بالإضافة ذكرنا بالعقبة العقبة طبعا هلأ في تحت الإشراف المباشر من سيدنا ولي العهد الأمير حسين الذي يطمح إلى وضع العقبة على مستوى العالم من ناحية السياحية وزراعية وخلافه وبالتالي ممكن الاستثمار على ما خطط له من مشاريع كبرى في المياه إن كان في تحليط مياه البحر الأحمر أو بجر مياه البحر الأحمر ممكن تكون موازئ لها أيضا مشاريع سماكية ضخمة تؤدي إلى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات ضيفنا من العاصمة عمان المهندس محمد شهين رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية